اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا علم طفلك مع نورة الحسيني وما لنشع علاقة بالحكاوي اماني لكن هنتابع مع بعضينا حلقة جديدة من علم طفلك مع نورة الحسيني وارقمنا اللي هتظهر على الشاشة من اتمنى تواصلكم واتصلكم معنا النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق وخطير وموضوعنا عن الزكاء او التربية في تنمية الطفل وتنمية زكاءه وكمان تنمره هنشوف التربية بتأثر ازاي في زكاء الطفل او تنمره لكن قبل ده هنعرف كلنا ان التفاؤل شيء جميل وانه هيدخل على قلبنا السرور وانه شيء وامر رباني من ربنا سبحانه وتعالى خلونا نطلع فاصل نسمع شيء عن التفاؤل ونرجع تاني خلي عندك يقيد اني بكرة احسن باذن الله اكيد وما تيقسش وما تحزنش لان ربنا سبحانه وتعالى طلب منك انك تتفائل بكل ما هو جميل مع تحياتي نور الحسين وارجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في حلقتنا الجديدة والخطيرة عن تنمية زكاء الطفل وكمان ازاي نساعد ان الطفل يكون زكاءه عالي من غير ما نقذيه ومن غير ما نساعده على التنمر كتير من اولياء الامور بيغلط كتير في تربية ابنائه وبيساعده على التنمر ده ازاي هننمي زكاءه ونقولكم عن معلومات خطيرة وعن اطحيمة خطيرة هتفدنا في تنمية زكاء الطفل ومنها البيض اللي بيساعد الطفل على انه ينمي خلايا المخ عنده وينمي الزاكرة ويساعده انه يفهم بشكل اكتر وكمان سمك التونة الخطير اللي بيحتوي على اوميغاسرية تعالوا معينا نتكلم عن موضوعنا الخطير وزكاء الطفل هنقولكم عن ارقامنا اللي هتظهر على الشاشة ياريت تتواصلوا معينا وكمان تكلمونا عن استفادتكم او عن قد ايه انتو بتنموا مهارات اطفلكم وازاي بتعلموهم من خلال برنامجنا ولو حابين تشاركوا معينا في برنامجنا هنقولكم اهلا بيجو نرجع تاني لموضوعنا الزكاء عايز كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن تنمية مهارات الاطفال من خلال القراءة وقد ايه القراءة بتساعد الطفل على تنمية خلايا مخه مش بس الطفل وكمان احنا كمان لما بنهمل في شيء اكيد بننساه وبيقع من ذاكرتنا ده نتيجة لان خلايا المخ بتتوقف وعن طريق القراءة انت بتقدر تساعد طفلك انه ينمي مواهبه او بتقدر تساعد نفسك انك كمان تزود معلوماتك وفي نفس الوقت بتزود خلايا مخك بتساعدها على النمو تعالوا نكمل موضوعنا عن الزكاء طيب وخفنا لما منساعد طفلنا على انه يخاف مننا انا عايز اقولك معلومة خطيرة ما تخليش طفلك يخاف منك ولكن خليه يخاف من ربنا سبحانه وتعالى علشان يقدر يقوم نفسه ويقدر يتعامل مع غيره من غير ما يقزي حد وده موضوعنا التاني وهو التنمر واللي هندلكم نبذى عنه في خلال حلقتنا النهاردة لكن مش هنتعمك كتير لان كل موضوع لي حلقة مميزة ان شاء الله خلال الفترة المقبلة طيب تعالوا نتكلم معنا ومعنا ضيفة جميلة موجودة معنا الاطفال شايفينها يا اصحابي؟ اه دي؟ انت مين؟ قول لهم انت مين؟ انا توتا بحبكوا قوي يا اصحابي وعايزاكوا تسمعوا كلام ناني كتير قوي ايوة احنا هنا في برنامجنا علم طفلك انا اسني الخالة ناني هيكون معاكم اللينك بتاع التواصل معنا على حكايات الخالة ناني عبر السوشيال ميديا وعبر اليوتيوب لو عايزين تبعتولنا اي موهبة لكم وانا سعيدة بالتواصل مع اهل العراق واهلنا في مصر ببعض المواهب اللي كانت موجودة معنا وان شاء الله هنعرضها لكم خلال الفترة المقبلة من حكايات ومن رسومات جميلة ومبدعة لاطفالنا تعالوا نكمل موضوعنا ايوة يا ناني انا عايز اسمع موضوعك الشيك ده انا عايزة بقى زكية زي اصحابي وعايزة كمان اسعدهم ايوة انتي قلت موضوع خطير جدا يا توتا ازاي يعني هنمي زكائنا واحنا لوحدين لازم يا توتا نساعد بعضينا ايوة زي ما بتعملناني كده طيب يا اصحاب تعالوا نسمع حدوت خطيرة جدا دلوقتي حيلا وقلونا فيها رأيكم يلا يا اصحاب نطلع فاطل ونسمع الحدوتة قال للأسد بثقة عالية اسمح لي ايها الأسد ان اتكلم وعطيه الامان فقال له الأسد تكلم انه عن فأر الشجاع قال الفأر انا استطيع ان اقتلك في غضون شهر ضحك الأسد في استهداء وقال له اأنت ايها الفأر قال الفأر نعم فقط امهلني شهر واحد قال الأسد موافق ولكن بعد شهر سوف اقتلك ان لم تقتلني مرت الايام الاسبوع الاول ضحك الأسد لكنه كان يرى في بعض احلامه ان الفأر ساعلا يقتلك لكنه لم يأخذ الموضوع بجدية الاسبوع الثاني بدأ الخوف التنظر الى صدر الأسد الاسبوع الثالث كان الخوف تمكن من الأسد وبدأ يحدث نفسه ماذا لو كان كلام الفأر صحيحا الاسبوع الرابع كان الاسبوع الرابع كان الاسد مرعبا مزعورا وفي اليوم المرتقب دغلت الحيوانات مع الفأر على الاسد وكم كانت المفجأة كبيرة لما رأوا الاسد جثة هاملة لقد علم الفأر ان انتظار المصائب والتفكير فيها هو اشد قساوة على النفس هل تعلم من هو الاسد؟ هو شخصيتك المهترئة التي من المفترض ان تكون الاسد مرعبا قوية بإيمانها والفأ هو قلقك وخوفك من الأشياء مثل كورونا لذلك استمتع بالحياة ولا تشغل نفسك بما هو آهد وركز في يومك الحالي وكون إيجابيا ومبادرا وخوذ بالأسباب الشرعية والضبية العبرة الوهم نصف الدواء والإطمئن نصف الدواء والصبر أول خطوات الشفاء فما ظنكم برب العالمي مع تحياتي نور الحسين ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا أنا وطوتا أيوة أنا وطوتا علشان نكلمكم عن حاجة خطيرة وهي مرض الخوف قد إيه الخوف بيقتل كل شيء حلو جوانا قد إيه الخوف ممكن يكون مرض حيوي داخل جوانا وبيئذينا في حياتنا ما تخافوش من شيء طول ما فيه ربنا الحاملين أمن معنا اتصال دلوقتي من أستاذ عبدالله ألو أيوة يا مسنورة عبدالله عبدالله حبيبي أهلا بيك يا حبيبي من أحباب الخالة ناني أهلا يا عبدالله منورنا أه قلنا حبيبي تسلامي يا حبيبي منورنا في على شاشتنا على أو منورنا بصوتك الجميل ومشاركتك على حلقتنا النهاردة في علم طفلك يا عبدالله قلنا انت بتقرأ كتير بتحب القرية؟ أه بحب القرية طبعا طيب يا عبدالله قلنا عن شيء قريته وانت استفدت منه أو سمعت الأسد العجوز الأسد العجوز هايل جدا إيه اللي استفدت من القصة اللي انت قارتها دي؟ أه استفدت إيه منها؟ هيا يا عبدالله أه قلنا عرفت إيه من الحدوتة؟ طيب انت القرية عندك دي بتحبها جدا؟ أه بحبها جدا طبعا تسح كل الأصحاب وتقول لهم إيه؟ تقول لهم حبوا؟ حبوا إيه؟ لازم أستخدم الشكاء ومخي تمام حبوا القرية عشان تنمي ذكائكم ومخوكم شكرا يا حبيبي شكرا يا عبدالله لاتصالك أحباب الخالناني اللي بيسمعونا في كل مكان بنقول لكم منورنا واسمعونا دايما وحلقتنا النهاردة عن الزكاء وعن تنمية المهارات وكمان إزاي نتفادى التنمر في تربية أولادنا تعالوا نكمل حدوتتنا ومعينا ومعاكم ناني ويوتا يلا يا أصحاب نكمل الموضوع موضوعنا بيقول لنا إن زكائنا وقلنا إن حدوتتنا كانت بتتكلم عن الخوف وقد إيه الخوف ممكن يخلينا يسلب كل شيء جميل في حياتنا يعني يبعدوا عننا لازم يا أصحابي منخفش من شيء غير من ربنا سبحانه وتعالى علشان نقدر نكمل ونعيش ولازم نصد في ربنا سبحانه وتعالى إن أكيد أي ما إحنا بنمر بيها أو أي خوف جوانا هيبعدوا عننا إن شاء الله لما نتبع العادات السليمة ونحافظ على حياتنا زي ما إحنا عارفين يا أصحابي لازم نحافظ على حياتنا عن طريق نظفتنا وغسل أيدينا ونقول مين معينا؟ آلو أيوة السلام عليكم السلام عليكم أيوة أهلا وسهلا مين معينا؟ شريهان كمان؟ أهلا وسهلا الأستاذة شريهان من ورانا أحباب الخالاناني في كل مكان من ورانا باتصالك الجميل عايزة حضرتك تقول لنا عن تنمية المهارات عن طريق القراءة حضرتك عندك أطفال أكيد؟ أيوة مضبوط تمام قولنا بتنعملي إيه علشان تنمي مهاراتهم بالنسبة للقراءة؟ وإيه اللي استفدتين من القراءة لحضرتك والأطفالك؟ بجيب لهم قصص مش كتب طبعا هما لسه صغيرين بجيب قصص الحاجات اللي هو بيحب يقراها هو مثلا بيحب يقرا في القصص نفسها أو بيحب مثلا يقرا في الفضاء فبجيب له الحاجات اللي هو بيحبها بيحب يقراها بنقض نقراها مع بعض بنقض نتخيل المشاهد اللي موجودة جوه القصة الله نقض إن احنا نرسمها مع بعض يعني نتخيلها لو هو حابب يرسمها على ورقة بعد كده بيروحوا بيرسمها بعد كده على ورقة هاي بنوع بنا نتكلم فيها بقى الفترات طويلة فيما بعد بقى ممتاز طيب وحضرتك بتشجعين إن ينقل مهارات الجميلة دي وكل شيء اتعلمه لأصحابه؟ طبعا لو في حد وكل ما يكلم حدا نقريت النهاردة كذا حتى مش أصحابه بس كل الناس يعني هو حابب الموهب يعني بيحبها فبيحب إن هو دايما يتكلم عنها يعني القراءة مفيدة في تامية مهارات متعددة زي الرسم زي أي موهبة تانية ممكن تتشجعينها؟ حتى في كلام إنه حتى بتدى يتكلم يعني بتدى يتكلم أحسن هايل إنه بتزيد موضوع أو مخزون الكلمات عنده وبيقدر يعبر بشكل أفضل صح كده؟ مضبوط مضبوط تماما طيب إحنا عايزين برضو حضرتك تكلمين عن الخوف الخوف قد إيه بيقتل كل شيء جوه أصحابنا وأبنائنا وإحنا كنا بنتكلم عن الزكاة إن إحنا إزاي من نتعامل مع أطفالنا وإزاي نربيهم بشكل جيد عايزة حضرتك تكلمين برضو عن الخوف إن إزاي بتتفاديه في تربية أبنائك؟ الخوف ده أسوأ حاجة تقريبا موجودة للكبار يتكلم الكبار قبل الصغيرين كمان يعني لو الطفل خاف مش ممكن هيديك أي حاجة في الدنيا لو الطفل خاف هيطلب عنده الشخصية حتى سلوكيا حتى نفسيا حتى يعني في كل حاجة طفل لو خاف خلاص ما تخديش منه أي حاجة فأسوأ حاجة في الوجود إن الطفل يخاف يعني إحنا بننصح كل أولياء الأمور وكل متابعينا إن إحنا نرعي أطفالنا بالنسبة للمرحلة دي حاول ما تخوش طفلك حاول ما تنزعش الثقة اللي في نفسه ربيع الثقة علشان يقدر يتعامل لك سيبوه يتكلم حتى لو غلط سيبوه يتكلم وخلاص سيبوه يتكلم وجهيه يعني وجهيه بعدين هايل هايل شكرا أستاذة شريهان شكرا لتصالك من أحباب الخلاناني في برنامجنا علم طفلك على قناتنا الصح وجمال بنشكرك جدا والمعلوماتك المفيدة اللي بنتعلمها من حضرتك واللي بنفيد بيها جميع مشاهدين على القناة تعالوا بينا نسمع فزورتنا النهاردة سريعا سريعا ونشوف أصحابنا اللي حابين يشاركوا بإجابة الفزورة اسمعوا الفزورة وتعالوا ورجعوا لنا تاني يلا بسرعة جرازين لفزورت النهاردة؟ فزورتنا بتقول أنا جسمي معتم بيكس الضوء السقط عليه دايما كده بتشوفني على شكل هلال أو أحدب أو مكتمل أو أشكال تانية كثير ها عرفتوني؟ أنا بكون دايما في السماء ياريت تكونوا عرفتوني اتواصلوا معنا على حكايات الخلاناني على الفيسبوك أو اليوتيوب ورجعنا لكم مرة تانية أحبابنا في كل مكان أحباب الخلاناني من خلال برنامجنا علم طفلك عايزة أقول لكم أن أنا سعيدة جدا باتصالكم النهاردة وكمان توتا أنا بحبك قوي يا أصحاب شايفين بتحبك قد إيه؟ هي جات وصممت النهاردة أن هي تيجي مع ناني علشان تكلمكم عن حاجات خطيرة لازم يا أصحابي نساعد بعضنا وننقل معرفتنا من غيرنا ولازم يا أصحابي ما نخوفش غيرنا مش معنى أن إحنا عندنا معلومات خطيرة نتكبر على بعضينا أو نخوف غيرنا لأن جسمنا ضغط أو مختلفين عن بعض صدقي معاكي حقي يا توتا أنا كتير يا توتا بقول لكل الأصحاب أن إحنا لازم نساعد بعضينا وما نخافش من بعض وما نحاولش نخوف غيرنا لأن ده بيخلينا نكسب عداوة خطيرة بيننا وبين أصحابنا وده بيخلينا بعد كده ما نقدرش نتعامل معاهم وهم كمان ممكن يكرهونا صح يا توتا؟ أيوة صح لازم نساعد بعض بكل خير ومن قلوبنا يعني ما نخدعش بعض طيب هتقول لنا إيه يا توتا النهاردة؟ أنت إليه عايزة تقولي حاجة خطيرة من خلالنا النهاردة؟ آه عايزة أقول لكم عن الولد تايمور تايمور كان دايما بيحب يقعد لوحده ولكن جيف يوم من الأيام لقى نفسه وحيد في العالم ده وملقاش حد يحبه ويا ترى عمل إيه تايمور يا توتا؟ قال أنا عايش في العالم ده الوحدي أنا هامل إيه؟ أنا عندي ألعاب بلعب بيها الوحدي وبس لكن مش هدي حد تادي أنا حاسس إن أنا وحيد آه بس ألعابي بل هي علي الدنيا وإيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام قبله صديق اسمه أحمد وقال له تعالي يا أحمد معي قضي تعالي يا تايمور معي أنا عايز ألعب معك بألعابك الجويلة قالوا أنها حلوة قوي 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 أنا عايز ألعب معك بيها تايمور رده وقال له أكيد قال له لأ طبعا آه علشان اسلوبه ما كانش حلو قال له لأ دي ألعابي أنا الوحدي هلعب بيها على طول مع نفسي ويا ترى عمل إيه؟ في اليوم اللي بعده تايمور سيحي من النوم فجأة لأ الألعاب بتاعته كلها متكسرة ونقول ألو معينا مين؟ ألو ألو السلام عليكم السلام عليكم مين معينا؟ أهلا يا حبيبي مين معينا؟ مروان أهلا أهلا يا مروان منورنا توتا كانت لسه بتقولك حدوطة خطيرة يا ترى سمعت جزء منها؟ لا ما سمعتهش؟ طيب قل لنا يا مروان أنت بتحب الخالة ناني؟ أهلا إيه اللي استفدتوا من الخالة ناني؟ إيه اللي تعلمتوا؟ قل لنا تعلمت إيه؟ بتحب الخالة ناني إيه؟ تعلمت الخالة ناني بتقولك حكايات؟ أحب مروان تمام بتحب مروان جدا أكيد وإيه كمان؟ بتساعد مروان أنه يقرأ ويتعلم حاجات كتير؟ أيوة تمام طيب قل لنا يا مروان أنت قرأت قصة خلال الفترة اللي فاتت دي؟ أيوة طيب قصة إيه بقى؟ قل لنا قصة كده تكون جميلة أنت قرأتها الزئب والعمزات الصبح الزئب والعمزات الصبح الزئب طيب قل لنا يا مروان القصة الجميلة دي ممكن تحكيها لنا أو تقول لأصحابك اتعلمت منها إيه؟ طيب قول مامتهم حضرتهم إيه؟ ما تكترعوش من البيت عشان إيه؟ الزئب هيكت لكم والزيب عمالي صبح فوق بعدما المامتهم مشيت أم ايه أم 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 هم ام أم أم هم أم هم ام أم أم فتحوا الباب ومفيش الله صغير التخبأ وكلهم أكلوه بعد ذلك يهي؟ هو موت والطيب لهم فين أخواتك فقال لهم أكلوني وأنا كنت مستخبة في البتاعة أنا بتهيقص بطنه وحطت فيه توب وقال لنا عطشان فوقع في البيل عشان بطنه كانت مليانة توب تمام يعني أنت بتقول لكل أصحابك أن هم يسمعوا كلام ماما من الحدوطة الحلوة دي أيوة تمام ويسمعوا كلامها في كل شيء بتقول لأن كل شيء ماما بتقوله لنا بيبقى صحية صح وماما دايما بتحبنا وبتنصحنا دايما علشان كده لازم نسمع كلامها في كل شيء صح كده يا مروان صح شكرا لمروان حبيبي واتصالك الجميل معينا وتعالوا نكمل الحدوطة أيوة يلا بينا نكمل حدودتنا يا ترى فاكرين أثناء أصحابنا ايه ده انت تختبرين ولا ايه آه طبعا طيمور وكمان أحمد صح كده أيوة صح يا أصحابي طيمور سحن النوم فجأة وهلقى ألعاب كلها متكسرة وقال لنفسه يا أنا ألعابي كلها تكسرت أنا هلعب مع مين مش عارف ألعب مع مين يا ربي أنا عملت في نفسي حاجات وحشة أنا اللي خليت أصحابي بعيده عني قدي إيه أحمد كان جميل وكان عايز يلعب معي وأنا اللي بعيدته عني وقلت له ألعابي تغني عنك وفعلا قعد طيمور فترة طويلة زعلان جدا وعمال يقول أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه وفجأة جاله أحمد وقال له سيبيني أكمل ينيني طب معليش تقول أنا نحطة دي لأ أنا اللي عايز أكمل طب خلاص يقول لنكمل مع بعضينا يا أصحابي طيب بدأ أحمد يقول ليه طيمور أنا بحبك قوي خلاص تعالى نلعب مع بعضينا وأنا عندي حبة ألعاب جميلة هنتقسمها مع بعض وفعلا لأن أحمد ولد شطور وبيسامح سامح جدا 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 طيمور وبدأوا يتعاونوا لكن طيمور قال رسالة جميلة في النهاية قال إن إحنا لازم نحب بعضينا وقد إيه الأشياء اللي حوالينا ممكن في لحظة تختيفي مننا وما نقدرش نتعامل مع أي حد غير مع اللي حوالينا حاولوا تحبوا بعض وتساعدوا بعض ودايما اتخذتوا كل شيء صعب بوجودكم مع بعض أحبكم قوي شكرا يا توتا على حدودة الجميلة دي قوي بنحبك جدا يا توتا وحكايتك أكيد جميلة يعني يا أصحابي لازم نتعاون مع بعض لازم نحب بعض لازم كمان إن إحنا نساعد بعض بكل شيء معنا ونتعاون مع بعض مش معنى إن عندنا لعبة جميلة ما نتشاركش بيها مع بعض لا ممكن نساعد بعضنا ونتشارك ونلعب مع بعض ولكن نحضر بعضنا ونقول لهم إن لو حطر حاجة للعبة دي أنا هزعل منكم مش هارف ألعب تهني بيها حفظوا على ألعابكم علشان نلعب بيها مع بعض ودايما كده كل شيء حوالينا نشاركه ونساعد بيه مع الآخرين حبيب الحلوين الحكاية الجميلة دي كانت ليكم علشان نساعد بعضينا ونتعاون مع بعض وكمان نتخط خفنا اتكلمنا في حلقتنا النهاردة عن حاجات جميلة وخطيرة عمر تمام أهلا وسهلا يا عمر الحمد لله كويس يا عمر قل لنا يا عمر انت تسمعنا؟ بتحب الخالة ناني يا عمر؟ روحت فين؟ واضح إن عمر اتكسف وقطع الاتصال عننا لكن بنحبك يا عمر وبنحب كل أحباب الخالة ناني وصدكم الجميل يا حبيبي عايزاكم دايما تساعدوا بعض عايزاكم دايما تنتبهوا يا أحبابي في كل مكان وما تخوفوش بعض بأي شيء معينا الخوف ده بيكرع الناس فينا وبيبعدهم عننا لازم يا أصحاب نحب بعضينا وما نخافش من شيء لو خفنا من ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي هنخاف منه علشان نقدر نكمل حياتنا وما نقزيش حد لو خفنا من ربنا هنعرف إن في جنة وفي نار لو فيه إحنا عايزين كلنا أكيد بنحب الروح الجنة إن شاء الله يا رب فعلشان نقول الجنة لازم نساعد بعض وما نقزيش بعض أبدا ولو بكلمة وده كان موضوع حلقتنا برضو النهاردة عن الزكاء التربية وفي دورها فيه الزكاء الطفل وكمان تنمية مهاراته وكمان تنمره حاولوا ما تخوفوش أولادكم لأنهم بيحسوا بالإضطهاد الشديد داخل قلوبهم ولو الطفل حس بالإضطهاد بيبدأ يعمل أعمال من العنف أو السلب لغيره في أشياءه وبيقدر إن هو يزيد فبيبقى عنده دافع قوي إنه يحاول ياخد أو ينزع أي شيء من أصحابه ودفحة ذاته بيكون نوع من أنواع التنمر خلوا بالكم من أحبابكم خلوا بالكم من أولادكم لأنهم مستقبلكم لكل واحد لكل أستاذ لكل معلم لكل ولي أمر في بيته بتمنى من حضراتكم إنكم تسمعونا دايما وتسمعوا حكاياتنا من خلال حكايات الخلناني أو برنامجنا على المتصلك على قناة الصحة والجمال وتتواصلوا معنا دايما عايزة أقول لكم إن موضوعنا مش هيكون شيء غير بتواجدكم وأنا سعيدة جدا بكل الأطفال اللي شاركوا معنا النهاردة وكل الأشخاص اللي تواصلوا معنا زي أستاذة شريهان بشكرها جدا لماعلوتها إيه الخطيرة وكمان بوجه رسالة إن لغتنا مع أطفالنا هي الأساس وبوجه رسالة خطيرة جدا لحب لغتنا العربية من خلال برنامجي وإننا نمي في أطفالنا حب القراءة باللغة العربية تحديدا لغتنا هي أساسنا لغتنا هي اللي بنقدر نتشاور أو نتواصل بيها مع اللي حوالينا حاولوا دايما تنموا مهارات أطفالكم في القراءة وفي معرفة لغتهم الأساسية وبعد كده نبتدي إن إحنا نعرف اللغات التانية لأن اللغات التانية مش ممكن تكون هي لغتنا الأساسية بوجه رسالة لحبنا للغة العربية وحب أن أنا قبل مختم أغنلكم أغنية جميلة عن اللغات لغتي لغتي ما أحلى لغتي العربية أكتب حرفي أقرأ كتب أغني أغنية أكتب ألفا أكتب باءا أقرأ كلماتي شطرة يا توتا أمسك قلمي وبفرشاتي أرسم أحلامي وبمدرستي مع أصحابي تحلو أيامي هيا نزين بالألوان حروف العربية شكرا لكم أحبابي شكرا لليست معكم النهاردة ومشاهدتكم لبرنامجنا علم طفلك واستنونا في حلقة جديدة وتوصلوا معينا على علم طفلك إن شاء الله أو من خلال حكايات الخلاناني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ومنتظركم ومنتظرين كل المواهب في حلقة جديدة إن شاء الله يكونوا ضيوفنا أهلا بيكم